موسيقى مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بمشاهدين في موعد جديد من برنامج المونديال وأكيد متابعة لما تبقى من كأس العالم زوز مباريات أكيد مباراة ترتيبية بين المنتخبين المغربي والكرواتي ونتمنى التوفيق دائما وأبدا للمنتخب المغربي يا شقيق وطبعا مباراة الدور النهائي بين تيرانسا والأرجنتين يوم الأحد القادم بذلاء تعالى الرحب بالحضور يسعيد دائما وأبدا بالترحيب بالكابتن والأعلامي الكبير ماجد الشجع يعني من المغرب الشقيق مرحبا بارك الله وكيف مفيش محبة بعد هذه ونقول الكباتن ولك خويا عادل أن الأصداء استثنائية في المغرب شكرا لأنه في البرنامج هذا كان إنصاف في البرنامج هذا كان عدل في البرنامج هذا كان ترسائل الدعم في البرنامج هذا كان احتواء والشارع المغربي استمتع واستأنس وتأكد بأنه عطاء إبهار الأسود شيء ألقى ربما صدأ أكبر من خلال المتابعة فهذا ليس غريب على الشعب التونسي وعلى الإعلام التونسي ربي فضلك ربي فضلك وربي يحفظك وإحنا ما عملنا كان اللي يعجب أيضا سعيد بالترحيب مدرب وطني سابق محلل فني وصديق أيضا نزار خنفيرا سلام عليكم مرحبا 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 الأعلام المتميز على الدوام من وكالة تونس إفريقيا الأنباء حسين الغربي مرحبا 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 عادل مرحبا مرحبا بالكابيتر في السيديو ومرحبا بكل سيد المشاهدين أيضا سعيد بالترحيب باللاعب السابق للمجم الساحلي المحرم فني محمد سينا مرحبا 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 وأكيد قوبة رأس الحربة مرحبا عيليك عادل مرحبا بالحضور والتحية لسيد المشاهدين الرحب بالتأكيد وأكيد بقيس الياقوبي مرحبا بخونا مجد شجعي أهل أبيك في ديارك بين أهلك وإن شاء الله المقام طيب هنا في تونس أكيد في بلدي وسعيد بلدي الثاني أكيد تونس لديك أهم حد طبعا كل عادة مازارو ميلانو ثابت وإطلالاته متميزة تيلة المنديال على قناة التاسعة ترجمة نانسي قنقر نذكركم أنه بمناسبة كأس العالم هذا الحدث الكبير اللي القام متابعة متميزة في تونس وفي العالم العربي مازارو ميلانو أعدت عديد المفاجآت في علاقة بحرفاءها وفي علاقة بما تقدموا للرياضيين على طبعا خلفية المنديال الاستثنائي في قطرة 22 بوقت دالي الحرفاء وجمول المنديال ودوزارتيك التشريوم الثالث من مازارو ميلانو هدية بلاش فلوس علاوة على هذا الكل فما رحلة العمر كيد اللي كنا أشرنا لها في أكثر من المناسبة تنجم وزادة تدخلوا في القرعة وتربحوا الفوياج لمدة أسبوع إلى زنجيبار إخامة وتذكير السفر ذهابا وإيابا طبعا إلى غاية الدور النهائي لكأس العالم 18 ديسومبر باشا احتفظوا فقط بالتكيد كاس متاعكم تزوروا نقاط البيع الخاصة بمازارو ميلانو المتواجدة في العوينة المروج أربعة نابل سوسا ساهلول سفاقس وأخيرا في جابس اليوم افتتح حد طبعا المغازة الكبيرة في جابس نفكركم اللي مازالوا يومين على سحب باش يكون النهار لحد بإذن الله يوم النهائي ما تفوتوش الفرصة نهاية هذا الأسبوع باشاركوا وتكونوا منربحين فحد صعيد للجميع ميلانو هي الماركة التونسية الأولى المختصة في إكسي الفنانين والإستار توفر لكم يونفا غيتي دا غتي كلشيك أي سبورت بير أي تو تينجام دا كسي سوار أي شوصير بس وين مدروسة وبمناسبة المونديال على كل دوزا غتي كلشتي الثالث بلنش زوروا نقاط بيع مازارو ميلانو في العوينة المروج كات نابل سوسا سهلول سفاقس وقريبا في جبس وتمتعوا بالتخفيضات والكدويت مازارو ميلانو البس تونسي وعيش طاليني في العادة ننطلق على بركة الله مع باسوف أبرز لقطات حلقة البارحة ثم ننطلق في استعراض أهم وأبرز محطات هذه الليلة ومواضيع هذه الليلة كثيرة متعددة متنوعة ونتمنى دائما من الأعماق أن تنال مواضيع هذه الليلة رضاكم والسحسانكم باسوف ثم نعود رسالة الجمهور المغربي يتبعكم في أدق التفاصيل ومستأنس ويعتبر تسع سبور فالخير من خلال المتابعة ومن خلال هذا الجمهور الرائع والكباتن في أراح هنيئا للمنتخب المغربي الذي وحد الأمة العربية وحد الشعوب العربية في هذا المونديال العربي الاستثنائي المحبة والمؤازرة والدعم وسعداء لأننا كسبنا قاعدة جماهيرية كما قلت الانتماء العربي والتآلف العربي هذا شيء يعطي ربما سعادة من نوع آخر في انتظار القادم الأحلام موجودة والعطاء العربي سيكون عنوان بارز في المونديال القادم واللي بعد القادم قبوس معجم ما معنى خروج مشرف يعني المغرب قالوا له شو أحوالك مكرون قالوا مطوى لباس ساعة ونصف تنيران يمنيش لباس على خمسمائة وثلاثة وثمانين باس عملت دوسون باس دو بلوس على فرنسا بنسبة نجاح تفوق نسبة نجاح على المنتخب الفرنسي بالليفوديت اللي عنده وبالكاليتي تكنيك اللي عنده تحدثت الكيب ومجموعة من الجرائد بأنه إذا ما لعب المنتخب الفرنسي بهذه الطريقة فسيعاني كثيرا في فاينل كاس العالم من أرخينتينا ليونال ميسي الذي كان استثناء من خلال الطراوة البدنية من خلال التمريرات من خلال التفوق على النفس لأنها مرحلة تاريخية وفارقة في عمر هذا الرجل وجابه احتفالا واحتفاءا بهذه المشاركة المغربية العربية المتميزة ومشكول عن مباشر جديد طبعا طبعا أحلى شعب يسأل أحلى حلوة مغربية رأت البقية الجماعة عبد المجيد يحب برشا عبرك الله فيك عرفت هذه الحلوة اللي في دك اسميه تعطيني من هذه كعب غزال هذه كعب غزال كعب غزال بارك الله فيك كعب غزال علو كعب الأسود كان هو الحضر وهذه الحلوة قد يكون عني يطلب كثير في المغرب هذا الأيام في هذه الاحتفالات كل شيء المغربة فرحانين على هذا الشيء اللي وصل لاني أول دولة عربية وإفريقية تلعب نصف نائي وبقي إن شاء الله اللعب والترتيب والقدرون جيو احنا الثلاثين عالميا بعد ربما ثلاثين سنة الشيخ كريسيانو رونالدو سيحكي لأحفاده بأنني عشت مأساة لماذا بعد هذا المصال استثنائي كرمز ولكن خرجت من الأبواب الضيقة أمام منتخب كبير رئيس الفرنسي مكرون نعم وشوفنا وأن يكون أو السياسة ما تبعدش لبعضها الفرق الوحيد وأن رجال السياسة عندهم حق يحكيوا في الرياضة ولكن احنا رياضيين ممنون نحكيوا في السياسة مباراة ما سمعناه جمهور فرنسا قال لك اليوم كهنا لعبنا في الريباط ولا في كازا قال لك علش الجمهورنا ما يكونش بخمسة عشرين وثلاثين ألف كما الجمهور المغربي بعثت الوليد نكتب مع بعثنا في الاسماس قلت له وليد برافو اللي عملته لبلادك انتي عملت المهم لكن أهم ما زال جاي زادة كيف كيف إن شاء الله نكون وإحنا كمنتخب تونس ناخذ العبرة ونمشيوا البعيد كما مشاولوا من يوم المغاربة قلنا ريفما ضربة جزائبي حضور عادة زهمون الحكام الدولي سابق واليوم ردود الأفعال كانت كبيرة برشة في مختلف وسائل الإعلام العالمية أنه فما مظلمة تعرضنا لمنتخب المغرب ما كناش نتوقع وإلي هي ضربة جزائبي بكل أمان من نوها بعادل شايف وصرخ قال ضربة جزائبي وكنا على يقين لما عودنا شاهدنا الصورة أكد أن ضربة جزائبي ها عادل 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 هلأ وكلم معنا مباشرة كلامت عادل زهمون يتفرج معنا هنا خلت ضربة جزائبي قال ضربة جزائبي ما فيه حد شيء إن شاء الله كل عام يحايا بخير وإن شاء الله كل عام قوية إلى الله أكبر إن شاء الله بركة الله وفيد جوائزة لباسيل خديجة إن شاء الله كل عام يحايا بخير وربي فضل خيس وفضلكم وكل بعضكم الوالد أكيد بتاع أثمان يحتفل أيضا بعيد ميلاده ألف مبروح أجواء متميزة طبعاً في البلاتو وأنه ديما نراوح بين الرياضة والفن لأنه في نيترامر حتى الفن الرياضة وما أحوجنا للضحكة وما أحوجنا للفرحة وما أحوجنا لهذه الأجواء المتميزة وشاء الله ديما فرحانين طبعاً الخطوط الجوية التونسية النقل الرسمي للمنتخب التونسي تتمنى حظ موافق للمنتخب المغربي في مباراته غداً أمام المنتخب الكرواتي من أجل المرتبة الثالثة في كأس العالم ترجمة نانسي قنقر 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 بعد النجاح الرياضي في وصوله لنصف نهائي أكبر تظاهر عالمية نجاح منتخب أسود الأطلس في لمشة بالعرب المغرب في مونديال قطر واحد الشعوب من الخليج إلى المحيط وعيشها فرحة تاريخية وحلمة مزيانة تمانيناها تتواصل نحن برشة تفاولات على منصات التواصل الاجتماعي من عدد كبير من فنانين العالم العربي أنتوا رفعتوا روزنا كل العالم والعالم العربي والأفارقة ونحن المغرب العربي فاخورين بكم أنتوا أبطال حققتوا لعمر ومسار هم اللي خلونا نحلم فخلينا نوقف معهم فايزين وخسرانين هم الآن واحد من أربع بالعالم شاء من شاء وأبا من أبا واللي عم بشكك يشرب من البحر ورينا بشة فنانين مغاربة فخورين بمردود منتخبهم بالعودة لمسيرة المنتخب المغربي في هذه البطولة فإن كل الأمنيات والأحلام تحيل على واقع مشرف لمغاربة رفعوا رأس القارة الإفريقية مثل العرب أفضل تمثيل بصراحة التفاعل كان كبير خاصة من النجوم العرب في مختلف الميدين وحتى سياسيين تفاعلوا أي ما تفاعل مع المشاركة المغربية ولو أن مجد المشاركة هذه اللي حكينا عليها وكانت استثنائية تفاعلات بهذا الشكل تزيدنا فخر وتزيدنا اعتزال وتزيدنا أيضا تضامن أحنا في أشد الحاجة له مؤكد ردود الفعل هذه فيها رسائل سامية ردود الفعل هذه فيها ارتفاع الأسهم المواطن العربي في الموضوع هذا أكيد أن الرسائل وضعت الإنسان العربي في قيمة أكبر على الأقل لما تكون النتائج بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فنحن نصدر الإبداع نحن نصدر الحضور نحن نصدر التواجد انتهت مفاهيم كرة القدم القديمة وهناك منتخبات مرشحة اليوم اختلفت المعايير انقلاب في موازين كرة القدم من حق الفرق والمنتخبات العربية أن تصنع الحدث من خلال ما تحقق في المونديال المونديال الاستثنائي في الملاعب القطرية والمنتخب المغري بدوره كان استثنائي في الحضور إذا ما تحدثنا عن الحظ ربما الحظ يأتي في دور المجموعات ولكن أن تنتقل لما بعد ذلك لدور الثمانية وتؤكد الحضور بعد أن تجوز إسبانيا في دور الستة عشر حتى بأن لويس أنريكي هذا المتعجرف الذي كان ربما يعتقد بأنه تيكي تاكا وهذه الفلسفة التي اعتمدت عليها البلاو جرانا على امتداد سنوات بأنها ربما تأتي بالحصاد منقلب السحر على الساحر لويس أنريكي في الأخير قال ماذا؟ لا أصدق ما يحدث من أين أتى عزدين أناحي؟ أتى من أكاديمية محمد السادس هذا شيء رائع هذه مفخرة اليوم ربما الأندية والمنتخبات ومفاهيم التكوين بالنسبة للفئات السنية قد ترى بأن أكاديمية محمد السادس مرجع ستنقلب الأمور كريالفونتين قبل ذلك في فرنسا اليوم قد تتغير وجهة النظر وأن تأتي المتخبات العربية على مستوى الفئات السنية ربما حتى من مدارس أميليكولاتينية من مدارس آسيوية لأن المغرب اليوم أضحى مدرسة وسيفتح ذراعيه ليترجم هذه الفلسفة الجديدة التي حصدنا من خلال أشياء كثيرة التفاخر الحضور الإنجازات وكتابة التاريخ هذه أمور ستكون عنوين بارزة في وسائل الإعلام بل ستكون حديث الشارع العربي لقادم السنوات لأن الحصاد ربما بدأت ثمراته من خلال هذا المونديال زرعنا في هذا المونديال والحصاد سيكون ربما كبير ورائع ومثمر من خلال القادم إن شاء الله هذا ما تنمنى بالتأكيد نذكر بالمسابقة الخاصة بالسماس على 85840 نتجاوبها الأسنة باش قوي حضوظك في الربح ونتمنى أن تكون حضوظ المنتخب المغربي كبيرا غدا في مواجهته طبعا في إطار المرتبة الثالثة في إطار البوديوم لأول مرة نتمنى أن المنتخب المغربي يسعد على منصة التتويج بعد ما يفوز على المنتخب الكرواتي العتيد والذي أشاره اليوم المدرب الكراكي وأثنى على هذا المنتخب وعلى لعبيه وعلى مستواه لقدمه تيلة السنوات الفارتة ونتذكر أن المنتخب الكرواتي كان وصيف بطل العالم روسيا 2018 شوفوا بعض الصور في علاقة كيف تفاعل الرئيس الفرنسي ماكرون أنفنتينو ولكجا مع قمة المباراة قمة المنتخب المغربي في مباراته مع نظير الفرنسي ترجمة نانسي قنقر 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 يتعلق الأمر بكورة القدم تنتفي الأسماء وتنتفي المناصب وتتساوى الفقير مع الغني وتساوى الكبير مع الصغير والسياسية مع المحب العادي قيس كرة القدم وقت اللي يبدوا الملاعبية يمسوا في الكرة تنتفي المقامات ما عادش فيما رئيس ما عادش فيما مواطن وحارس مؤسسة ومدير وديركتور وسو ديركتور معادش ثم تشوف التلقائية مكران لجع نوال لو جريت واضح على عصابه برشا أم فانتينو الحياد واضح ولانه يبدوني مش حياة برشا برشا لداخل الله وعلم الكمبيوتر قاعد يحسب لأنها أكبر مؤسسة تقريبا مالية ولاية الفيفا قلنا قبل في حديث سابق أنها أقوى حتى من المنتظم الأممي هذه هي كرة القدم تخرج فيك المشاعر التلقائية الأكبر لجون بمعنى أنها تجذبهم جذب كبير جدا ثم شفنا حاجة زادة مهمة جدا أنا بش نمشي لمبعد الصورة شوية أنه ما شفناش أن الناس هذومة يقتحموا الميدان للميداني حرمة العشب الأخضر عنده حرمة فيه لزاكتور من لعبية وفيه الفنيين بتبيعة الحال تحكي على حاجة ما عنداش علاقة بالتصوير لا 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 نحكي لقوتك بش ننجز بربي ما تنجز بربي خلينا في الكيس العالم هني قوت لك مع كرة القدمت أنت في المقامات وعندش فما كبير وصغير وكما قلت فكير وغني يلا أمطنج على التنجز عاد الرواب يلا ردت فعل بالنسبة لفوزي لقجع ردت الفعل فيها الكثير من الوطنية والضغط النفسي والمشاعر وردت فعله فيها ترجمة لجميع شرائح المجتمع المغربي والله العظيم لما انتهت المباراة أمام منتخب فرنسا طفلة في عشر سنين أقسم بالله انسحبت قبل نهاية المباراة واتطريت أني نتبعها ونعانقها ونقبلها ونقولها خصك تفتخري يا بنتي اليوم يوم تاريخي واليوم الإنجاز هذا راكي لما تكبري راكي تقرأ عليه لأنه صفح من صفحات المجل وبتسمت بالبراءة وحست وقتلها لنا نحتافله يصفر الحكم ونحتافله بالنسبة لفوزي لقجع بين القوسين في الكلمة عنوان فوزي فاز فوزي لاعتبارات كثيرة فوزي اليوم أضحى مرجعية فوزي ربما شغله أظهر من خلال انفتاحه على الصحافة ويستمع للآخر إذن هي منظومة وفوزي هو أسد من مجموعة الأسود والرجل يستحق كل التنويه في ذل ما قدمه من دعم من فتاح من تواصل من استشارات في الفترة هذه رأينا المغرب أضحى عاصمة لكرة القدم الإفريقية لما نشوفه تنظيم جائزة أفضل لاعب إفريقي كأس الأمم الإفريقية للسيدات الأكثر من ذلك كل مرة والبشرة الجديدة كأس العالم للأندية هذه كلها أمور تؤكد بأنه الرجل اشتغل وهذا حصاد وأضحى حتى الجمهور المغرب يسأل عن فوزي وكيف يعمل إذن للأمانة والتاريخ الرجل تألق ونجح وكان دينامو ومهندس هذا النجاح هذه حقيقة وهذا رأي ربما ليس رأي ولكن أتحدث باسم الشارع المغربي نزار هذه على كلام أخونا مجد أنت هذا نجب يكون نتيجة للعمل الجبار الذي يعملوه الناس الكل مضامنة مع الفريق هذيك سواء مع فرص أو مع المغرب وبالأخص من المغرب المغرب اللي جاء من وراء الأوتسايدر اللي ما كانش الناس كل تتوقع شرفت الناس كل العالم كامل وراه والناس كل يشجعوه بطبيعة الحال بشي يعيشوا فترات حرجة في المباراة الناس الكل كما قال أخونا قيس ما تماش مقامات لا تم رئيس دولة لا تم عامل لا تم مواطن لا تم مشجع الناس الكل وراه هذا الكورة القدم جمع الناس الكل الناس كل تبدأ وراها بطبيعة الحال تم ردود فعل تشوفها معناها إحساس داخلي مغين ما يشعر به رغم اللي هو رئيس دولة ولا رئيس جامع اللي مثل تقريبا هو يمثل الرياضة في المغرب وقاعد يقوم بعمل جبار على كلامه معناها لقجع ما لا يقل عنده سبعة أو ثمانية سنوات هو بتصدر القائمة الافريقية حاليا رغم اللي هو موش أمجد الرياضيين المسؤولين الرياضيين بطبيعة الحال وقت يتشوف ردود الفعل بالطريقة هذه متنجم تقول كان الكرة راهو عندها نكهة خاصة اللي تلم المجتمع الكل والشعب الكل حاصل تعليق على هذه الصور في علاقة يعني بكرة القدم وبهذه المباراة اللي شوفنا فيها كل شي حتى الإثارة على المساور الرسم صورة يعني تجمع صورة في الصفة الأول شخصيات ورموز من العالمية يتبسطهم جاني أنفونتينو كما قال الفيفا الإيرادات متع الفيفا في مناسبة كلاس العالم ارتفعت إلى 7.5 مليار دولار شوف الرقم بشتفهم القوة هذا والحركات والردود اللي ريناها في الصورة هي تجسم أولا سحر كرة القدم ثانيا الإعجاز المغربي وما فعلته المغرب هذا المنتخب ما فعله المغرب فينا وهي تلك اللحظات التي اختلطت فيها الفخر بالاعتزاز المنتخب المغربي الذي بلغ إلى نصف النهائي وكأنه أعاد الكبرياء وكعادة هو فعلا الكبرياء العربية تنتصاره على بورتغال واسبانيا وجبه زيزيرة إيبيريا وهنا يختلط الجانب الحضاري الجانب التاريخي واستعادة العرب لكبريائهم المسلوب في ذات الوقت ثانيا المنتخب المغربي يعني قلب جميع المعطيات غير جميع المسلمات والبيديهيات اليوم بداية من هذا التاريخ لم يعد هناك منتخب عربي ربما من درجة ثانية المغرب يعني منح أجنح للمنتخبات العربية التي سوف تترشح إلى كأس العالم وعليه ستنسج وستسعى لنسج على المنوى المغربي بل أن المنتخب المغربي والمغرب سيكون تجربة ومثال وأنموذج وأسوة حسنة للبلدان العربية التي تنوي التألخ والبروز والنجاح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون محمد من خلال الصور هذه معنا كلمة كورت قدم أفيون الشعوب يعني تلخصها الصورة هذه معنا نشوفوا ناس مما قالها إيش ماركس أي ماركس شغال جيد من خلال الصور هذه دي زموسيون والرياكسيون تاع قادات معنا السياسيين ورياضيين نشوفوا يعني غرام كبير بكورة القدم حاجة ثانية نزيدها من وراء الصورة شوف لخجعك باش يدر برسولك فرصة لاباسيون لاباسيون معنا عندي أصدقائي شغف عندي أصدقائي أوروبيين كانوا موجودين في كاس العالم عادل يقولوا للشغف اللي شفناه متاع عرب شمال أفريقيا ومتاع أمريكا اللاتينية ما فهمش كيف يعني يدخل الماس عبارة هو يلعب طريقة التسجيع متاع بلدين شبال أفريقيا أمريكا اللاتينية فاقت كل المنتخبات وكل الجماعية عادل خطر كورة القدم سمحني عادل صنعها الفقراء واستولى علي الأغنية عبد المجيد كجيت مسؤول متاع دولة أنت في مقابلك إما هكا ومنتخب ببلادك موجود تجب تقعد هكا قاعدة عادية وأكيد باش تتفاعل نسبيا لك دي ما تعس على روحك صحيح ما نفجؤوش عادل عليش ناخده معيه ليس سهل معنا تصور واحدة واحدة في دار ولا قاعد في لوج مع صحابه مع أصدقائه مع أولاد بلاده أكيد بيشكون الاختلاي إذا شفنا ريكسيون بالطريقة هذه أنت مسؤولين على مسابق كبير منعاف في لوج ولا في دار شو ميش رئيس هذا رئيس فرنسا معنا نساله هو رئيس دولة ولا يتصرف كمحب وشوفنا ريكسيون شوفنا التخوف شوفنا الفرحة شوفنا معنا قاعد يتصرف ممكن كان يعود يشوف نفسه وما يحس شوفت الفيديو اللي هو في المستير بعد معنا راو راو راكست عليه برشا قاعد شوفوا أين لقرات قاعد راكح بالنسبة لفوزي طبيعي نحن عنا حمالة شوف رئيس فرنسا يتصرف حملة الانتخابية يتصرف خائر كل أمانة بربعين إذن يعطيكم الصحة أخذينا بعض الصور بعض اللقاطات تعليقا على ما حدث حتى في الكوليس في علاقة بممبارات المغرب في فرنسا حكينا برشا على نجاحات المنتخب المغربي وتسألنا واطرحنا أكثر من سؤال عن الأسباب والمسببات التي دفعت بالمغرب إلى تقديم هذا الأداء البطولي الرجولي وهذه المشاركة الأسطورية فكان من بين الأسباب التي بحثنا عليها أكاديمية محمد السادس لكورة القدم الجوهرة التي أنتجت نجوم المنتخب المغربي تقري العزيز جباري وهدي الحمداني أكيد إذا فم نجاح فم مشروع وفم ممهدات هذا النجاح وفم أسباب ومسببات دفعت المنتخب المغربي لتحقيق هذا النجاح الليفت الانتباه المثيل للانتباه سميه مشاءت لكن النجاح يستثنائي بكل مقيس ماجد حطنا في الصورة حكيوا على أكاديمية محمد السادس التي كثير عليها الأحديث والمنتخب المغربي دفع بنا ودفع بكل البرامج الرياضية التي تتبع في كاس العالم أن تتحدث عن هذه الثورة الرياضية لعيشتها المغرب اليوم دعني فقط أعود للوراء للسنوات عام 84 ما تحقق في لوس أنجلس عندما جاء سعيد عويط ليمنح الذهب كعداء مغرب كتب التاريخ ونفس الشيء بالنسبة لنزهة للبطلة نوال المتوكل ثم توالت النجاحات وقتها قال جلالة الملك الراحل الحسن الثاني أفتخر بما قدمته هذه الأسماء وأكيد بأن إشعاع المغرب سيصل للعالم من خلال ما تقدمه الرياضة كلمة للتاريخ جاء الملك محمد السادس الرياضي الأول المنفتح على كل الأشياء التي تعطي إضافة لهذا البلد كان دائما بدعم وكان دائما منفتحا للآراء بصمات الملك ربما هي الفكرة التي جسدت هذا النجاح عندما افتتحت هذه الأكاديمية بهذه المعايير العالمية لأنه الزيارة لعين المكان تعطيك ربما خيال واسع وأنت ترى أحدث مفاهيم التكوين الكروي بربما مقاييس عالمية على مستوى الإبداع الظروف الأجواء التهيئ النفسي المكان من أجل ربما حتى الدعم هناك ربما تنسى العالم أنت في معسكر يقدم لك كل الخدمات حتى تقدم الإضافة النوعية حتى وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن هذا الموضوع كنا نتحدث سابقا عن أكاديميات في ألمانيا في إنجلترا في فرنسا اليوم من حق حتى ربما أندية كبيرة في العالم أن ترى في هذه الأكاديمية متنفسا لكسب المزيد من الخبرة وللانفتاح على ربما عوالم أخرى اليوم أقول بأن أكاديمية محمد السادس لم تعد مغربية هي أكاديمية عالمية تخرجت منها أسماء كبيرة يوسف انصيري نايف أكرد أزدين أناحي محمد ريدا التاغنوتي الحارس الثالث في تشكيلة الأسود هذه الأسماء التي تتواجد تؤكد بأن القادم أحلى وبأننا لن نستغرب إذا ما رأينا أكبر الأندية على مستوى الفئات السنية والتي فعلا جاءت لهذه الأكاديمية أن تكون هذه الأكاديمية عنوان من عنوين التكوين على المستوى العالمي واضح إذن نذكر أن أكاديمية محمد السادس كورت قدم تاريخ الإفتاح سنة 2009 تكلفة المشروع 140 مليار درهم مغربي المساحة 2.5 كم مربع أكاديمية تحتوي على ملاعب ذات عشب طبيعي والصناعة مع ميدين رملية لكورت قدم الشاطئية ملاعب مغطاة لكورت قدم داخل القاعات تركز طبي متكامل وعديد طبعا المرافق الأساسية الأخرى قيس وجانب التربوي المدرسة تعليم معناها اللاعب الجلاح المدرسين علاوة على ممارسة الرياضة خلينا نقول الرياضة المستوى العالي دوني محب ما هوش في كلوب هو في أكاديمية يزاول الدراسة متاعه وعليش المعادلة هذه باهية لأنه شفناها الأكاديمية بدأت 2009 اليوم 2020 13 سنة 13 سنة خرجتلك أربعة موجودين في المنتخب منهم ثلاثة أساسيين يعني تقريبا خلنا نحكي ثلاث المنتخب حتى من قلوه شرا وزياش وحكيمي وآجاكس وتشيلسي لا صناعة مغربية وبعد مشاو كسوال أونجي ولا مشاو الفرق أخرى يعني فما لاعبين أخرين زاملوا هالثلاث يذوم اللي نجحوا في المنتخب لكن ممشوش المنتخب بعد وربما ماخذاتهم مش حتى فرق فما لا نشوف فيهم اللي تصغير فيهم فمش كون بطل الكور لكن على الأقل التحصيل العلمي مهم جد تنجحش في الدراسة التحصيل العلمي ينجم يمنعك إحنا عليها شنية الإحاطة في الأخر بالشباب مكنك تمنعوا من الظواهر من يشوفوا فيها هاتوا اللي قاعدة تنزل الشباب اللي لا يصخرين كل يوم يحب ذا تنجح في الكورة وتنجح في الدراسة متاعك وراه نثبت علميا اللاعب للدرجة العلمية متاعه أعلى راه أذك يحل الفيسع حتى في خلال المبارات ويطبق فيسع ويطبق فيسع بطبيعة الحال إلا بعض الاستثناءات القليلة جدا ذو كان نحب نأكد كثيرا على الجنم بطبيعة لأنه مثل هذه الأكاديمية وجودة في أوروبا الكثير من الأكاديميات نجم تنجح نجم ما تنجح هذا واحد اثنين حكينا طويا أسبوع وقتا نحكينا على الأكاديمية ذي ومجد مش حاضر معنا ربما سمعنا بالسكايب اليوم الربح خلينا نحكي وتوحكينا على الربح والاستثمار في الطاقة البشرية هذا من اللعبية لربع لي مثل المنتخب المغربي أحسن نتيجة أما الربح هذا أنت اليوم وقتلي 12 مليون يورو يظهر لي المبلغ 13 مليون يورو 12 مليون يورو أنا لنا عرص تعرف المغرب أنت بش تلعب تروزياب بلاس كيف تأخذه عادل معناها تروفو ولا كاتر فو المغرب بعد 13 سناء خلصت حق الأكاديمية هذه والفلوس اللي قاعدت عند الاتحاد المغربي لأكورة القدم الاستثمار مهم جدا نمشي لك أنا حاجة أخرى ومزال الاستثمار هذية مشروع يدخل الفلوس يوميا يدخل الفلوس يوميا لأنه اليوم نعرف أنه الفرق الأوروبية تبحث عن المناخات المتوسطية المعتدلة اللي تحب تعمل فيها التربصات متاحة خاصة في فسد الشتاء في ذروة البرد ونحن نعرف ليه هو في منطقة سلاء رباطة هذه كالمنطقة منطقة سلاء ليه منطقة متوسطة يجدنا دونك ربح على جميع المستويات برافو واضح قيس نحب نمشي مباشرة إلى مربط الفرس صح التعبير على أساسا وفهم أكاديمية اليوم تكون في اللاعبين ينجحوا ما ينجحوش موضوع أخ لكن الثابت الهدف المتاح هي تكوين اللاعبين كل المرافق اللي يحتاجها أي لعب في تكوين ونحن اليوم عنا مشكلة تصوى في التوقيت المدرسي عندك اليوم لعبية تروح الستة متلعشية يعني بتوقيت تونس من المدرسة وبعد تمشي تتدرب الماضي ساعة لساعة سبعة ونصف ولساعة ثمانية كيفاش تروح فانا كونديسيون وفانا الظروف الحاجة الثانية عنا اليوم ما ساتش نتعلم من هذه التجارب الناجحة عنا اليوم الكرة أصبحت الأغنية وليست الفقراء اللي عنده الإمكانيات يمشي يلعب واللي ما عنده إمكانيات حتى بطحة لا أعطتش موجودة اليوم اختلت الأشياء وهذه ربما السبب من الأسباب اللي خلتنا نتخلف على الرقم نحكيه على الأكاديمية وربما إذا فم مقارنة في علاقة بالواقع بتاع تونس أكيد نأتي عليه فقط ملاحظة عادل وربما كان فم حاجة ربما يتفعل معايا صديقنا مجد شوف خلنرجع لبداية هذه صحيحة أنشئات 2009 تأس 2009 ولكن نرجع للسياق الذي تم إنشاء فيها هذه الأكاديمية هذه الأكاديمية أنشت فيه سياق أن المغرب في تلك الحقبة يشكم النقص على مستوى المواهب الكراوية حسس ثم تشخيص صاريتنا بدون بالتشخيص خيبات خيبات وبالتالي إنشاء هذه الأكاديمية جاء ليعاد تشكيل الرياضة المغربية واكتشاف المواهب إذن صارت تشخيص صارت تشخيص دعونا بنقطة بنقطة صارت تشخيص اللي عنا مشكلة على مستوى المواهب والخيبات اللي هي كانت نتيجة لتال ذلك النقص تم بعض هذه الأكاديمية الأهداف امتاحها أو غايتها واضحة أولا البحث عن المواهب الشابة في كم ربوع المغرب أقصى ثانيا استهداف المناطق المحرومة اللي هي تلقى فيها غالبا المواهب هذه الكروية وثالثا إعداد لاعبي كورة القدم للدوريات المحترفين يعني هي كترومبنا كم مطية كم منصة بالدوري المغربية بالضبط شوف الأكاديمية هذه بغض النظر على التكاليف إنشائها والمكونات اللي فيها بما فيها الملاعب وتجزيات والمدرس وكل شيء شكون يرقصها وربما الكاتب الخاص العهل المغربي محمد منير المجد هنا نربط بين الجانب الرياضي والجانب الإرادة السياسية وبالتالي الرؤية التخطيط الرؤية والإرادة السياسية ومشروع دولة يعطيك نتيجة كما يرينها وهي أكاديمية مثال يمكن الاحتداء بها في مختلف الدول وخاصة كما تونس اللي نحن قراب على المغرب تاريخيا وجغرافيا وكلمة السير دعم الملك الملك من أجل الازدهار يقدم كل الأشياء ما يتحقق اليوم نحكي عن إرادة السياسية وإرادة الشعب وإرادة الشعب بمشاريع هكذا يمكن أن نبلل المستقبل ونقدمه طبعا في علاقة بتطوير الرياضة بتأثير الشبان وتطوير القطاع الثقافي وكل القطاعات التي تصنع الفرحة مثل ما ورحال لقطاع الرياضة فاصل شاري ثم نعود ونكمل الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر